بسم الله الرحمن الرحيم نيك اناتومي با دكتور ايمان احمد خنفور بروفيسور في اناتومي و امبيريولوجي أليكزاندريا يونيفورستي محاضرنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن الأوربت هنشوف ايه المسلز بتاعت الأوربت نيف سبلاي بتاعها بلاد فيزلز اوف زا أوربت وطبعا لازم يكون فيه مجموعة من الابلايد اناتومي وبعد دي على طول زي بقول دايما نستلز و نستمتع بمجموعة من الشورت كويتشنز طبعا لازم نعملكم برضو تشويق الاول كده في بداية المحاضرة اكيد كلنا سعاب نشوف بعض واحد يبقى جفن عينه سقط تحت شوية ولذلك اما يجي يبص لك لازم يعمل كده هوت هنفهم الكامده من خلال المحاضر ساعات انت بتكلم حد تلاقي عين بصالك والعين التانية في اتجاه تاني خالص انت اتهايقلك ان هو مش بصص لك انما ابدا هو شايفك كويس جدا ولكن عنده مشكلة معينة في عضلات العين هنفهمها برضو ان شاء الله النهاردة ايه تاني مثال تالت لقدر الله ساعات ناس بيحصل لها صدن كومبليت لوس اوف فيجن معقولة؟ اه ممكن يحصل صدن كومبليت لوس اوف فيجن هنفصل كلام ده ان شاء الله النهاردة من خلال المحاضر بصراحة هو الموضوع بتاع الاوربت ده هو يعني انا عايز اقول صعب شوية معقد شوية ولكن مع الفهم والتركيز وحل الاسئلة انا ما عنديش حاجة تبقى صعبة ابدا يلا نبتدي مع بعض المحاضر هنبدأ دلوقتي بمجموعة المسلز بتاعة الاوربت هنو بيقسموا الى ثلاثة كاتيجوريز مصيلاية خاصة بالجفن بتاع العين العلوي اسمها الليفيتور بالبيبري سوبريوزيس وعين مجموعتين من العضلات بيحركوا عندي الايبول جزء منه ماشي بصورة ستريت فهم نسميها ريكتاي موسلز وعضلتين تانيين ماشيين بصورة اوبليك فهم نسميهم اوبليك موسلز الحقيقة اللي قلت قبل المبدأ اللي هو الموسلز والاكشن بتاعها بلاحظ حاجة كل سنة ان احنا بنشرح الموسلز بالاكشن بتاعها بليه عند الاكشن؟ بنلاقي ان الطالب ما هواش فاهمه مش فهم انطورشن اكستورشن ابداكشن ابداكشن فانا ماشيت على نفس السلوة بتاع محاضرات اللي هي ايه الانفراتيمبال ريجون اما اخدنا اللي هو الموسلز وعندنا نجمع الاول ايها الموسلز ساعة الماندبل عشان نفهمها طبقت نفس الكلام ده النهاردة بالنسبة للموسلز بتاعة الايبول تعال نشوف كده مع بعض اول موسلز عبارة عن حاجة اسمها ايليفيشن اند دبريشن كان ده مهم جدا عشان لو فهمناك كويس اما يطوع عضلات حيبقى الفهم الاكشن بتاعها ان شاء الله يبقى سهل جدا ايليفيشن اند دبريشن تعال نشوف كده مع بعض اما تيجي ببص الفوق يبقى انتك هتعمل روتيشن اوف زا ايبول اوبوردز نشوفها بشكل انيميتد طيب عكس الاليفيشن بقى اما تيجي ببص التحت كده هواد ايه اللي بيحصل؟ بيحصل روتيشن اوف زا ايبول داونوردز نشوفها بشكل انيميتد يبقى كده اول كاتيجوري من الموفمينتدز عبارة عن إيليفيشن اند دبريشن تاني كاتيجوري من الموفمينتدز حاجة اسمها ابداكشن اند ادكشن ابداكشن وادكشن هابدا بالادكشن الاول اما تيجي تلف الايبول نحية النوز تلفاها ميديا لي ارحالة دي بنسميها ادكشن نشوفها بشكل انيميتد موفمت دي اسمها ادكشن طب عكسها بقى اما نعمل لاترال روتيشن افزا ايبول خلي بالك النوز اهو هناك ميديا روتيشن النوز اهوت يبقى ان اسمك يا جماعة لاترال روتيشن خلاص نشوفها بشكل انيميتد برضو دا قالت دا غريب بقى شوية حاجة اسمها ان تورشن وحاجة اسمها اجز تورشن ايه الفرق بينهم بقى تعالى نفهم مع بعض بصوا ادي الموديل اللي انا حشحة لي والآي اللي هتكلم عليها هي اليمين دا كده هوت بصوا اللي كويس جدا بقى اما ابدأ الف الايبول دا around its own axis هتلفها على نفسها كده هوت نحية النوز يبقى دي اسمها انتورشن من تاني يبقى انتورشن معناها ايه؟ معناها rotation 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 of the eye around its own axis بس تورد مين يا جماعة؟ تورد النوز يبقى دي جدا حنسميها انتورشن طيب تيجي نعكسها بقى لو حصل rotation of the eye bone نحية مين بقى المرة دي؟ نحية temporal region يبقى دي حنسميها اكستورشن من تاني اكستورشن ربع كاتيجوري من الموفمينتز حاجة اسمها conjugate موفمينتز اه ده اتنين صحاب بقى الدين صحاب دولت بيتمشوا مع بعض بيقدوا نفس الفنكشن مع بعض بس خليباك بقى دول مش بيتمشوا على البحر مش بيفسحوا لا ده انا ده وقت اما يكون حد على يميني كده وعاوز اكلمه او ابوصله يبقى عنايا اللي اتنين حيتحركوا نحيته فهتلاقي العدلات بتعمل ابداكشن هنا مع العدلات بتعمل ابداكشن هنا التناسق سبحان الله التناسق في حركة عينك اللي اتنين مع بعض ديت في اي اتجاه يبقى اسمها كونجيجيت موفمينت اه واحدة ابداكشن والتانية ابداكشن والعكس صحيح من اللي فانحة التانية يبقى دي كده يا جماعة عبارة عن ان بوس ايز بيشتغلوا in the same time عشان يبصوا لاتجاه معين طيب خامس كاتيجوري من الموفمينت حاجة اسمها كونفيرجنس تسنتك دي ممكن تطبقها على نفسك كده لو انت ابصص المراية كده وقربت قوي وعين ابدا هات ألم او اي اوبجيكت او حط صبعك كده وابدا قرب 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 صبعك هتلاقي عينيك اللي اتنين ضموا على بعض طب احنا انت بنستخدم الكلام ده ده بيحصل أثنائي ال اكوميديشن فور زانير باي اوبجيكت اما اجي انا ابص على ستركشور قريب بلاقي فيه درجة من الاداكشن بتحصل امبوس ايز امتى الكلام ده اما اجي ابص على نير باي اوبجيكت كده احنا خلصنا اللي هو ايه انواع الموفمينتس بتاعت الايبول ياريت نفهم كويس جدا عشان بقى ما هنجي نتكلم على الشرح بتاع العضلات اقول لك انا بتعمل ابداكشن او اددكشن او اددكشن ايليفاشن ديبريشن انتورشن اكستورشن ونبقاش متلخبط بينهم مطلوب من ايه دلوقتي بقى اه اى ايه نسا المحضرة طويلة الحقيقه يعني انا عندي تقريبا اما في حدود مية وخمسه سلايد تقلقوش انا موسع شوية فيها الغرض هو الفهم واطلوب منكم ايه ان كل واحد دلوقتي يكون محضر جردة لنسكافيه يجهزوا وبعدين في نص المحضرة كده في وقت معين هقوللك قون بقى ايه اعمل اه فنجان قهوة او لا مش فنجان قهوة كوباية قهوة دبل ونبدأ مع بعض أول عضلة عندي وهي اي حاجة فيها كلمة بالبيبري دي يبقى خاصة بالجفوم بتاعتنا تعال نبص ده كده الساجة السيكشن أنا أخذه فيه الأوربت العضلة أنا أتكلم عليها أخذه أورجن من الروف من البوستير ببعته في ذا الروف وفي ذا أوربت أهو أدي الأورجن رايحة تمسك فيه رايحة تمسك فيه الأبر ترسس والسكن بتاع الأبر آيلد وبتنسك كمان في حاجة اسمها الكونجكتايفا السوبير فورنيكس بتاعت الكونجكتايفا غير شاء كده بيغطيلي العين طبعا أنا غردي بحاول أبسط جدا أورجن وإنسارشن مش محتاج قرية منك قدامك على الرسمة واضح جدا الأورجن اللي هو الإنسارشن اللي قدام لو قربت الإنسارشن الأورجن هيعمل إيه في الأبر آيلد؟ هيعمل له إليفاشن بقى الأكشن بتاع إليفاتور تلبيبري سوبر يورجس هو عبارة عن إليفاشن وطبعا سبحان الله بردو عشان ما يحصلش كاشكاشة في الكونجكتايفا لا هو ماسك في الأبر فونكس بتاعتها يوميش الدهالي معاه طيب الانتاجونس بتاعتها إيه بقى يا جماعة؟ عشان ده ممكن يجيه في سؤال مالطوبة شوريس كوريتشن ده إيه الانتاجونس؟ أكيب بقى الحاجة اللي بتقفل العين وماشي على الحفة بتاعت الجف اللي هي مقية يا جماعة؟ اللي هي البلبيبرال بارت بتاع الأوربيكيولاريس أوكيولار بعد وخلصت الأورجن والإنسارشن والأكشنز تعال نشوف النيرف سبلاي بتاعها هاي النيرف سبلاي بتاعها هو نيرف شهير جدا يا جماعة هو اسمه الأوكيولو موتور نيرف اللي هو كرينيا النيرف نمبر 3 بقى أنه جزء منه بسوا بيوا ديفيشن بتاعته وحناخد طبعا النهاردة النيرف ده بالتفصيل علشانها زي مقلت لكم قبل كده إن الكرينيا النيرف ده بتستكمل على ثلاث محاضرات أنا شرحتها على محاضرة اسمها كرينيا النيرف بارت وان وبعين كرينيا النيرف بارت تور الجزء المكمل عشان دي بقى خلصت مزاكلة كل الكرينيا النيرف هو موجود إن شاء الله في محاضرة النهاردة طحيب ها السورة دي مهمة جدا وفيها إضافة جديدة ليه اديل فيتو بالبيب سيبريوسيس ورح تعمل الانسيرشن المعتاد بتاع اللي احنا قلناه قبل كده ولكن شوف بقى الحتة اللي جاية دي اديب بارت بتاع المسل ضع بقى عن سموس مسل فيبرز وده سبلاي باي سيمباسيتيك فيبرز وهو ده المسؤول عن اللي هو الكنتينيواز أبود إليفاشن أو في ذا أبر آيلد وإحنا وقفين صحيين بنتكلم هو ده اللي انه كنتينيواز كنتركشن عشان يبضل فاتح عيني كده هوا كده اللي خلصت أول كاتيجوري من المسل وده جاية خاصة بالأبر آيلد اللي هي كان اسمها ليفيتور بالبيبري سوبر يوسيس ندخل بقى على التاني كاتيجوري من المسل ودعب بقى عن أربعة مسل ماشيين بصورة مورليس ستريت فسميناهم ريكتاي مسل ايه الطايب ستعت ريكتاي مسل دولت زي ما قلت دلوقتي يوم معبقى عن أربعة ريكتاي مسل انا بتخيل دلوقتي ان الايبول ديت بالظبط كده عاملة زي كرة البينج بونج كرة ومن ورا خالص في حلقة هوت عندي أربعة ريكتاي مسل مسكين في الأربع اتجاهات بتوع الايبول اذا هم عبارة عن سوبيور ريكتاس ميديا ريكتاس انفير ريكتاس لاترال ريكتاس يبقى سوبيور وانفير وميديا ولاترال يعني كل المسل على حسب الاناتوميكال بوزيشن بتاعها بتاخد التسمية بتاعتها تعالوا نشوف ايه الأورجن بتاعة الريكتاي موسلز ديت اما نيجي نبص كده على البوني أوربت حاليا عندي هنا في فتحة كنال اهاية تسمى أوبت كنال وعلى اللاترال وال بتاع الأوربت في عندي حاجة اسمها سوبيور أوربت الفيشر طيب الحقيقة الريكتاس موسلز ديت اخد أورجن من رينج اهاية الرينج دي محيطة بايه محيطة بالأوربت كنال وجزء كبير وليس كل السوبيور أوربت الفيشر اسمها ايه الرينج ديت اسمها كومون تندينيس رينج طب سيادت كده ارجع بالزاكرة كده اللي ياما كنت صغيرين يام زمانا ما كنا بناخد الأبر لم فكده ما كان عندنا حاجة اسمها كومون فيليكسر أورجن عشان كان بيدي أورجن لمجموعة كبيرة من العضلات هنا نفس الحكاية عندي حاجة اسمها كومون تندينيس رينج بتدي أورجن للأربعة ركتاي موسلز خلاص العتاج متاعتها around الاوبتك كنال يبقى هي انكلوزنج كومبليتلي الاوبتك كنال and بارتشلي من السوبيريور أوربيتال فشل كل عضلة بتاخد أورجن بوان سلب من الرينج ما عدا اللاترال ركتاس لهدو هدز عايت عايزين نفهمها أكتر ايدي الأوربيت اللي عندنا اهيات وايدي الاوبت الكنال اللي فوق ده السوبير اوبتال فشل مطلوب منك ايه دلوقتي تتخيل فين مكان الكومون تندين ياس رينج أنا أقول لك كده تبقى هنا كده هاو تخيلناها كويس يلا نشوفها بقى تاني ادي الكومون تندينيس رينج طبعا اتكلمنا على الاورجي يبقى عندنا ايه الانساشا تبقى انساتت فين اكيد هتبقى انساتت في اللي سكيلير لا وفسها طبعا دقيق ومش كلهم زي بعض بالتفصيل انها بالنسبة لنا احنا كطالب لسه تقول انها بتمسك in an average distance about six millimetres from the corneal skeletal junctions دي الكورنيا ودي اللي skeletal هي بتمسك في حدود اللي هو ايه six millimetres from the corneal skeletal junctions six millimetres طيب بعد ما اخذنا الارجل والانسيرش بتاع الركتار muscles يرطر منه ممكن نطلع الاكشا اه طبعا سهلة جدا بص يا سيدي تعيد من تاني تخيل الايبول ديت عبارة عن كورا بينجبونج وطلعت منها اربعة احبال من اربعة اتجاهات مختلفة medial yulaterally upwards وdownwards طيب اللي احبال اللي انا ربطتها بها دات من كل نحية منور مسكة فعجلة حلقة اللي يقل comment ياسفين يعني معنى كده ان كل وقت هتشد هتحرقلي العين ايه نحيتها ازاي اما تيجي السوبيل ريكتر هتشد هتعمل طيب الانفيور ريكتاس داون ورد ريكتاس طيب الmedial ريكتاس ها ميديا هتشد على جوه على جوه يبقى ايه يبقى ادكشن خلاص الاترال ريكتاس يبقى ايه ابدكشن خباك انا بأكلك حتة حتة ماشي يبقى ده المن اكشن الاول في حاجات تانية اقولك يعني الى حد ما ازاي الاول الاميديا واللاترال ريكتاس دول دول هلات حلال جدا لان هو ده الاكشن بتاعها مبس الاميديا الريكتاس ادي ادكشن واللاترال ريكتاس تعمل ايه يا جماعة ابداكشن مال ايه المشكلة المشكلة في السوبير ريكتاس والانفيور ريكتاس طب ليه فيهم مشكلة بص معايا الاكس اللي جاية ده في عندي two axes ماشي حاجة اسمها اللي هو الاكسز بتاعة الاربط وفي حاجة اسمها الاكسز بتاعة الايبول نظرا لان الكمون تين دينيا سرينج ده موجودة هنا في الاربط فما تيجي السوبير ريكتاس او الانفيور ريكتاس تشد هتعمل لي مثلا الافيشن وتناها جاية زقال العين على جوه شوية ده مش كده وبس وهي بتزق على جوه شوية حتلفها لي كمان يا انتورشن يا اكستورشن على حسب اذا كنت بشغل السوبير ولا الانفيور ريكتاي مصنز تعال نوضح اكتر لسه ايلي دلوقت السوبير ريكتاس بتعملي اوبور دورتيشن ولكن نتيجة ان التجائز شد في ميل شوية ماشي بصورة اوبليك شوية يبقى هتعملي ايه كمان يا جماعة بص عملت لي اوة الافيشن وشوية ايه جماعة الدكشن وهي بتعمل الدكشن هتلفلي العين كمان شوية على جوه بتعملي انتورشن يبقى كده اكتمل الاكشن بتعملي يا جماعة السوبير ريكتاس طب الانفيور ريكتاس نفس الكلام مع تغييرها يا حتاة صغيرة كده وهي بتشد هتجبلي برضو العين على جوه هتعمل لي ايه الدكشن ولكن المطبع هتلفلي العين على بره شوية تعمل لي ايه اكستورشن كده اكتمل الاكشن بتاع الريكتاي مصل فيه كده حتا حتا عارز اقول بسرعة كده وحنرجع لها تاني اي مصل تبدأ بحرف الاس تعمل لي انتورشن خلاص حاليا اني عندي السوبير ريكتاس تعمل لي انتورشن والسبير اوبليك مصل تعمل انتورشن احنا لازم عفص مع فه لده الواحد ينفع ولاده الواحد الحاجة تفكر فيها upward rotation ترفع العين لفوق وعشان الاوبليك هتعمل ايه اه ادكشن وانتورشن انفيور ريكتاس داونور دورتيشن وعشان الشد ماشي بميل شوية مهوش ستريت انتور بستيور خلاص يبقى هتعمل عندي ادكشن و ايكستورشن الميديا بلات ريكتار دولت ولات حالاء جست ادكشن and ابدكشن انا قلت اكبر هنا الصورة بتاعت الاكسس بتاعت الايبول والاكسس بتاعت الاوربت لان لو كانت كومنت انديدة سنك دات مكانها هنا بالزبط ده ده افتراض خاطر افتراض خاطر بس عشان افهمك لو كان مكان كومنت انديدة سنك دي هنا بالزبط كده كان زمان الريكتار بس يعملت لي ابداكشن ادكشن ايليفيشن ديبريشن وبس امال ايه سبب حدوث الادكشن وان الفور ما تشدت الفالي على جوه واللي ما تشدت الفالي على برا هو وجود ايه جماعة اللي هي الاوبليكتي بتاعت الاكسس بتاعت الاوربت بعض الحقيقة يعني هنا ممكن نراجع كده اللي هو الاكشن بتاع الريكتار المسلز اللي هو الاربعة تجاهات المختلفة ايليفيشن ديبريشن وادي ادكشن وادي ايه ابداكشن ميديا الواتر نكتاي اهو بيور ادكشن او ابداكشن سوبيور ريكتار ايليفيشن ومعها ادكشن انفيور ريكتار اركس ونفس الكلام بقى على الاوبليك مواصلز حنتكلم عليهم فيه ما بعد اهم حاجة ان انا الكيب بتاعي ابقى عارف فين ميديال وفين ايه جماعة لاترال ده عشان افهم الدياجرام بتاع اي رسم وهادي هنا هو التوضيح تاني لفكرة الانتورشن او ادي اميديالي واجي ايه جماعة لاترالي اما الايبول روتات around its own axis towards the nose يبقى اسمها internal rotation او intorsion وما تلف toward the temporal region او الوغا الاثر side بنسميها extorsion او external rotation بصوا هنا هتشوف ازاي السوفيريور rectus بتعمل adduction وهاي بتشد بص وهاي بتشد بص اه 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 نشوف اتاني مرة وهاي بتشد اه نشوف اتالت مرة جميل ادي الاليفيشن وال adduction بصورة واضحة جدا لل سوفير rectus بصك برضو انا مش حتكلم بقى في السلايد دي بس انا برضو اتا جميلة جدا موضحك الaction بتاع كل الاكسترا ocular muscles تابع بقى اينا كده مع الرسمة مع الحركة بتاعة الايبول وعيشوا حياتكم فيها وصلنا دلوقتي الى تالت واخر category من الاكسترا ocular muscles اسمون يا جماعة oblic muscles الهانة عندي اتنين oblic muscles واحدة اسمها super oblic والتانية اسمها infer oblic ولو سمحت b الف شوية عارز افهم الاول الرسمة دي ازاي عملها عشان نقرأ نفهم كده انا ببص من فوق على ال orbit انت عشوف الايبول حول لك اه من هنا مكسر شاي للروف اهوات شاي للروف اهوات ودي الايبول optic nerve ادي superior oblique وبعدين من تحت اهوات بقى الان في oblique شوف دوت اها ورا لف جاية كده هولد طب عشان نفهم انا قلت احطهم في table وتعال نشوف الايبول بتاعه واضح جدا على الرسمة يعني لما شعر ترى table عندك على الرسمة الايبول بتاعي superior oblique من the orbit posterior part of the orbit طيب ولكن في oblique اه دي اغضر ارجم نبقى بص هحكز بقى بعد ما كنا الروف بقت ايه الفلور بس من من قدام يبقى anterior part of the floor of the orbit طب الكرس بتاعها ده مهم جدا لان هو ده اللي هيحدد لي وحيفهم ني الاكشن بتاع العضلة ايه الكرس بتاع السبير oblique ديت بتفضل طلع لغاية قدام وعنتم مر في حلقة خلي بقى الحلقة دي هتغير مجرى حياة الاكشن بتاع العضلة دي الحلقة دي اسمها يا جماعة اسمها troclient اما هتلف منها ترجع تاني تمسك في مين بقى في الايبول طب الانفير oblique الانفير oblique هتغضر ماشية backwards وترجع تاني تلف علشان تمسك فيه الايبول منوار هنتكلم عن الانسيرشن حالا دلوقتي خلاص بقى تكلم تعالى الورجن والكورس تعالوا نشوف فقى الانسيرشن الحقيقة سواء السوبير oblique او الانفير oblique هم بيمسكوا behind equator يعني بعد خط الاستواء بتاع مين يا جماعة بتاع الايبول دوت ماشية زينا شايفية ده هو بتمسك فيه البوستور سوبير quadrant of the scler behind equator بتاع الاي خلاص وبالنسبة الانفير oblique بتمسك في البوستور inferior quadrant يعني الاتنين بيمسكوا فيه اللي هو الايبول بس behind يا جماعة الايكويتور of the eyeball بالنسبة بالنسبة سوبير oblique هقول الاول افتراض خاطئ عشان نفهم به وبعدين نفهم بعد كده هي لو كانت طلعة هنا من الروف اهو وات لو كانت ريحة مباشرة على الايبول تمسك فيها كزا نعمة elevation هتشد اهو تلفلي الايبول على فوق ولكن هل ده بيحصل لأ في حاجة زي ما قلت قبل كده بتغير المسار والحياة بتاعت العضلة اللي هو وجود ايه يا جماعة وجود التروكليا ديت اما التندون بتاع العضلة يعدي من خلال التروكليا ويرجع تاعت الايبول فما هيجي يشد بص بص ايه اللي هيحصل الايبول تاني جاية يلف على تحت يبقى تعملي rotation of the eyeball downwards هتقول لي بقى ايه laterally دية اه لان برضو بسبب الايبول شوف تخيل انت كده هوا بسبب الايبول بتاعت اتجاه الشد ماشي هتروح جاية زي حال الايبول سنة laterally هل كده وبس اه لا مش المسار دي بقى تحافل يبقى العضلة هتعمل برضو some sort of in torsion يبقى حتى اي عضلة عندك برضو بحرف الاس هتعمل ايه جماعة in torsion طيب الانفية اوبليك بقى جماعة نفس الفكرة برضو اما هتجي تشد شوف يا طلع من قداب ومشى من تحت الايبول ماشي وبتلف تطلع هنا اهوت كده حتيجي تشد هتعمل ايه جماعة هتعمل الاليفيشن of the eyeball هالاليفيشن وبس لا due to the obliquity of the direction of traction هتعمل لي شوية ايه جماعة extortion انا استنت كنا نبدئيا ان الريكتاي muscles كان الاكشن بتاعها اسم على ما يسم قولك سوبير ريكتاس الاليفيشن انما الوبليك مثلا الاكشن بتاعها يا جماعة ده اسم عكس ما يسم يبقى السوبير obliqu بتعمل لي depression وال inferior obliqu بتعمل لي يا جماعة elevation طبعا والelevation اللي هو upward rotation of the eyeball والعكس صحيح بالنسبة ل depression المنزة جميل جدا كده عاوزكم تشوفوه شوية كده ده اللي هو كل الاكسترا ocular muscles ده side view lateral view بص المنزر الجميل الرائع بتاع التروكليا ودي كده lateral rectus بص inferior obliqu superior obliqu ده بقى superior view بص ادي اللي فيترو بالببري يبقى تحتيها على طول طبعا اللي فيترو بالببري مش مسكة في الايبون اللي تحتيها على طول تبقى superior rectus بصراحة المنزة بتاع التروكلي هنا اكثر من رائع بصراحة وبتكلم عن نفسه من ناحة الاكشن تعال نشوف كده الاكشن بتاع السوبير obliqu الحقيقة هو واحد يعني حب نوايا كتاة شوية انعجبني جدا المنظر الانيميت ده بص ادي السوبير obliqu بتلف حوالين من التروكلي وترجع تاني طلع من هنا بتلف وترجع تاني وقت هنا على eyeball بص ده بقى تبسيط اكتر واكتر بص لمنزر ده بيقولك ازاي ان اما بتيجي تشد السوبير rectus بص هحصل ال eyeball نزلت تحت بص ها هتنزل تحت طيب بتيب نعمل سامري كده على movements بتاعة eyeball عشان نرسخه في ذهننا بقى تعال نبدأ مع بعض هما الحقيقة عبارة عن كم قانون كده عاوز تحط هم حلقة في ودنك وبعض المبدأ بتاعي يعني نبريضهم وتلزقهم كده بفوق السير بتاع كون تانين المدرولاترال ريكتاي زي ادكت and ابو دكت زي ايبول ريسبكتف سهلة جدا ديت بص ادي اللاعب عتجات مختلف اهوة ودي الانديكاتور بتاعي هنا مدرولاترال يبقى المدرولاترال ريكتاي دول بيعملوا ايه ادكشن وابدكشن بص التجميع دي لذيذة جدا بقى ويعاز الناحية حسابية طبعا انا عارف الجماعة بطور طب زي بقول دايما شطرين جدا في النواحي الرياضية والهندسية دلوقتي اما اجبص كده حاليا ان السوبيريور ريكتاس هتعمل لي الافيشن و ادكشن طيب والانفيريور اوبليك هتعمل الافيشن و ابداكشن الله طب انت لو ضمت بقى الاتنين على بعض اشتعلوا مع بعض الاتنين هيشتركوا في عمل الافيشن وبعدين الابداكشن اكشن بتاع الريكتاس حيتلاشى مع الابداكشن اكشن بتاع الابليك ويرح خالص وبناء عليه يبقى بيور اوبورد روتيشن اللي بيعملها لازم الكمبايند اكشن لعضلتين مع بعض اللي هما سوبيور ريكتاس وايه جماعة وينفيريور اوبليك حتة دي مهمة جدا لان فاهمها دوت ممكن يتوقف عليه حل ممكن اقول لك كده which of the following bear of muscles produce pure elevation of the eyeball واحد اجيب لك تباديل وتعو فيه عشان تتلخبط وان شاء الله حتتلخبط طيب نفس الفكرة برضو الانفيريور ريكتاس مع السوبيور اوبليك الابداكشن هنا حتلاشى مع الابداكشن اللي هنا ودعم ايه جماعة بيور داونورد روتيشن of the eyeball معنى الكلام دا ايه جماعة معنى ان بيور سوبيور او انفير موفمون of the eyeball محتاج فيها ايه محتاج فيها contraction of one ريكتاس of the same name مع one oblique of the opposite name اعتقد كده المغنقرون وصلت اخر تجمع في الاجشن بقى دا الحاجات تتحبوها بقى s s n m m ماشي اي عضلة بدأ بكلمة s زي sub oblique او sub rectus هتمنى عندي intortion يبقى الاثنين العكس بتوعهم هيعملوا ايه جماعة extortion داونورد وصلنا الى never sub طبعا دا لو انتم لسه صحيين كان زمان اي حد خطأ على باله احنا عدنا نتكلم origin و insertion و action مذكرناش لسه nerve supplied تعالى نجمعه مع بعض بص يا سيدي السوبيور ريكتس سبلايد بالاوكيلوموتور نيرف سوبيور ديفيجن بتاعته والميدال والانفير ريكتاي برضو سبلايد بالاوكيلوموتور نيرف انفير ديفيجن بتاعته طب اللاترى ريكتس بالأبديوزنت نيرف طب السوبيور أبليك بالتروكليا نيرف إن فيه قبلي أوكيلوموتور نير يا نهر أبيض أكيد طبعا تلخبطه أقولك أحسن وأنا فرحام فيكم أنتو تلخبطه تقولي ليه أقولك علشان تعرف قيمة المعادلة الحسابية الأناتوميكل اللي جاية دي بتقول إيه المعادلة دي وانت مغمض عينيك سمعها SO4 LR6 O3 دي بقى أنا مصر إنك تكتبها على باب الشقة منبره كمان يعني SO4 سوبيور أبليب سابلايب بفور اللي هو مين تروكليا نيرف LR6 لاترال ريكتس سابلايب بمين يا جماعة بالأبيوزنت طب O ما فيه عندنا مصل بدأ بحفل O ما فيه وما A-O ديت Others بقيد العضلات كلها سابلاي بمين بالأوكيلوموتور نيرف معادلة دي مهمة جدا وبكده يعني خلصنا الشقة الأول عبارة عن كل الاكسترا أوكيلر موسيلز أورجين انسيرشن نيرف سابلاي اكشن وأخدنا كمان اللي هو اتدربنا على المحطة دي بقى اللي ممكن أقولك تبدأ تجهز فيها اللي هو القهوة الدبل وانهام زيكم دلوقتي ان شاء الله نبدأ بقى مع بعض الرحلة بتاعة النيرف بتاعة الأوربت وبنقسمها إلى أول جروب من النيرف وهي موتور نيرف هنتكلم فيها على الأوكيلوموتور والتروكليار نيرف ومعاهم الأبديوسينت نيرف طبعا نكون بقى معنا المشروب اللي حتى اتفقنا عليه طبعا ادحكت عليكم وعملت المشروب تاني خالص اللي حيقول لي بقى إيه اللي أنا بشاوه ده له درجتين إن شاء الله بونس وقبل ما نبدأ في النافس بتاعة الأوربت في محطة كده معينة لازم نسترجعها مع بعض الأول في عندي واحدة من الأوبنينجز الموجودة في الأوربت اسمها سوبيريور أوربتال فشر اللي هو ده وليسا يلي من شوية إن بيعيد بالأوبت الكنال وجزء من السوبيريور أوربتال فشر حاجة اسمها كومون تندينيس رين يلي منظر ده إذن النيت رزلت عندي حيكون في عندي ستركشورز معينة بتعدي من السوبيريور أوربتال فشر دوت بس أوتسايد الكومون تندينيس رين اللي هو الحاجات ديت وفي عندي نيرفس معينة بتعدي من السوبيريور أوربتال فشر إنصايد الكومون تندينيس رين لو حبينا نجمعهم هنلاقي الاستكشورز اللي هي بسينج أوتسايد الكومون تندينيس رين عندي أول حاجة تلاتة نيرفس لو خدت الحرف الأول من كل نيرفس هليهوا بيعملوا كلمة لفت آه دول لفت ماشوا غدروا بره مين بره الكومون تندينيس رين اللي هم مين اللاكريمال والفرونتال والتروكليا طيب إيبقى الأثر استراكشورز اللي بتعدي من السوبير أوبتال فشر أوتسايد الكومون تندينيس رين عندي السوبير اللي مفيه في سالم كفين وبعدين عندي الأوربتال برانش بتاع الميد المينينجي الأرطري والكورنت مينينجي البرانش أوف ذا لكريمال أرطري وين بعد كده عندي الاستراكشورز بتعدي بقى إنصايد الكومون تندينيس رين بتعدي من السوبير أوبتال فشر اللي هما إيه بقى يا جماعة اللي هما التروكليا نيرف سوبير ديفيجن أوكيلو موتور نيزوسيلاري نيرف أند إن فيو ديفيجن أوكيلو موتور نيرف طبعا ما ننساش معاهم كمان الأبديوسين نيرف أهو نبتدي بقى بأول واحد من الموتور نيرف اللي عندنا فيه الأوربت وهو الأوكيلو موتور نيرف الأورجن بتاعه جاي منين زي ما اتفقنا إحنا كأورجن بنقول طالع من أنه جزء البرين ستم بس دلوقتي وبناخد النيور آناتو إن شاء الله هناخد بالتفصيل الكرينيال نيرف نيروكلياي اللي طالع منها كل واحد من الكرينيال نيرف ده كده البرين ستم بينقسم إلى ميت برين بونز ميضالة الميت برين دوت فيه جزء من ورنا مش شايفه وتكملته من قدام اللي هو عمل زي الشورت دوت ماشي اسمه كراس سريبراي الكراس سريبراي ده ميتيا اللي عندي الإجزت بتاع الأوكيلو موتور اللي هو رقم 3 ولاترا اللي عندي الإجزت بتاع اللي هو التروكليار نيرف بسكلا مع بعض يبقى ادي اوكيلو موتور وادي التروكليار يبقى الأوجن بتاع الاوكيلو موتور منين طالع من الأنتيرو سيرفيس أوف زامد برين طيب ايه الكورس بتاعه بقى تعال نشوف مع بعض حان عامل رسمة مبسطة جدا عبارة محطات استراتيجية هنتكلم عليها بالنسبة لكل نيرف فكذل ما اخدنا اللي هو الدور الفولدز وتحديدا ما اتكلمنا على التنتوريام سيربيلاي كان فيه حاجة اسمها free margin وحاجة اسمها attached margin ودي الpoint of crossing بين الfree margin والattached margin وقلنا ان فيه نيرف بيعدي قدام الpoint of crossing ونيرف بيعدي at the point of crossing ونيرف بيعدي behind الpoint of crossing نخدم بالترتيب كده حيبقى ثلاثة أربعة خمسة خلاص يبقى اول حاجة عندي إن هو it bursts that you are in front of the point of crossing of the free to the attached margin of تنتور يمثير بالله طيب بعد كده الرمز اللي أنا عامله الرسمة ده كده بيمثلي cavernus sinus إعلقتوا بالcavernus sinus استرجع بعده كما ذكرت عندك اللي هو cavernus sinus وكان فيه نيرف تمشي في lateral wall ونيرف واحد بيمشي جوة الكافتي ده واحد من النيرف اللي بتمشي في lateral wall of the cavernus sinus طيب بعد كده هيعدي من خلال إياه جماعة هيعدي من السوبيريور orbital فيشر inside الكومون تندينيس رينج بعد كده بقى بينقسم إلى سوبير ديفيجن وإنفير ديفيجن واضح لو التوزيع بتاعتهم على الرسمة أهوات السوبير ديفيجن هيغزيلي الليفيتو بالبيبري وال سوبيريور ريكتس والإنفير ديفيجن هيغزيلي الميديا ريكتس والإنفير ريكتس والإنفير أوبليك موسلز طبعا ممكن حد يقوللي أنا ما عرفش طبعا حسب كليتك الكاندرش مكتوب علينا الكورس بالتفصيل حولك لا يا حبيبي الكورس ده هو متوزع على مدار المنهج فهو عليك عليك يعني إما أخدنا الديرال فولست ما الجزء ده مشروح فيه أما أخدنا كافرنا الساينس ما الجزء ده مشروح فيه الفورنة بتاعت اللي سكال عليك تعرف كل فورمين إيه اللي بيعدي فيها فالله حصل دلوقتي إن أنا مجمعهم لكلهم بقصتلهم على بعض في الدياجرام ده عشان تبقى الصورة كومبليتد بالنسبة لنا وغير ده كله حط في الحزبان أنت عاوز تطلع دكتور فاهم وشاطر البرانجز بقى بتاعت الأوكيلوموتور طبعا نستعيل لها قبل كده ونعيد علامة تاني السوبيور ديفيجن وإنفير ديفيجن سوبيور ديفيجن هيعمل سابلاي زي ما قلنا هو للسوبيور ريكتس واللي فيتو بالبيبري الإنفير ديفيجن هتعمل سابلاي للإنفير ريكتس والإنفير أبليك والإنميديال ريكتس دايما في التوزيعة حط في الحزبان المعادلة بتاعتنا اللي هي SO4LR603 In the same time بنلاقي إن اللي هو الأوكيلوموتور دوت جواه فايبرز جاي من حاجة اسمها جاي من اللي هو بيعمل سابلاي للكونستريبتوم مصدز بتاعت اللي هو البيوبيلي عن طريق اللي هو بارا سيمباستيك فايبرز وكان ده بيستخدم أثناء عملية اللي هو الأكموديشن اللي احنا قلنا بيحصل فيها كونفرشن تحديداً فيه اللي هو الميت برين حاجة اسمها إيدينجر وستفل نيوكلس وبالكلام نحن نتكلم عادي بالتفصيل مع النيورو آناتوم هيا رسمة دي لفتنج عن طريق 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 go آآتوم نيوكل برج والطور الأهم عم تنتق طريق يحكي بعض لهذا العضاء اللي بتشتغل عن طريق هالي السوبيور ريكتس أو أفير أفير العضاء جديد ثالث حاجة انه بيعمل constriction of the pupil accommodation of eyes اللي هي بصها جماعة اما اجا بص الحاجة قريبة بيحصل contraction للسلري مسلز ديت تقوم تزود الconvexity بتاعة اللنس and in the same time بيحصل narrowing of the pupil حاجة اسمها pupillary constriction ودول كده الثلاثة components بتوع اللي هو الaccommodation في pupillary constriction وانكريز الconvexity وadduction اهوة of both eyes النيف اللي بعد كده جماعة وهو التروكليار نيف اللي هو اكرين يا نيف نمبر 4 الorgin بتاعه بيطلع من الفرانت بتاع الميت برين بس في الحالة دي يا جماعة هو بيكون لاترال للكرس سيربراي في نقطة تانية هو بيطلع من الباك بتاع الميت برين ويلف على قدام ايه ده واحد من الكرينيا النيرفس اللي هي بتطلع فهم ذا باك أوف ذا بين ستم ويلف تاني على قدام من هنا عشان يظهر عندي بالمنزل حان شايفينه دوة اللي هو ده طب ايه بقى الكرس بتاع التروكليا نيرف سهلة جدا اللي فهم اللي فات الأوكليوموتور حيفهم التروكليا تعال ناخده واحدة واحدة كده بنفس المحطات السابقة اول حاجة احنا قلنا التروكليا بدل بحرف تي تقاطع تقاطع يبقى اول حاجة بيعمل بيرسنج للديوة عند التقاطع بالظبط بتاع الفري and the attached margin of the intorium سربلل بعد جدا حيمشي في الكافيرنا الساينس في النوجز في اللاترول بتاعه زيه زي الأوكليوموتور بس بيكون تحتيه على طول طيب ده بتروكليا افتكر دايما لفت اللي ف تي اه ذا تي او طوحي منه يبقى بعدي من خلال السوبيريور اوربيتال فيشر او تصايد الكومون تندينيا سرينج وينتهي في مين يا جماعة يوري عمل سابلاي للسوبيريور اوبليك مصر طيب يبقى كده يا جماعة الفنكشن بتاعه بقى النيف ده ايه هو الفنكشن بتاعة العضل اللي بيغزيها علشان كده انا فضلت ان انا قشح الكينيا نيرفز ديت مش مع الدرس بتاع الكينيا نيرفز لأ نشرحها مع الأوربيت هيعمل ايه يا جماعة من خلال بيغزي السوبير اوبليك يبقى هيعمل ايه هيعمل اللي هو ده طبعا يعتبر موتور نيرف هيعمل تيرنج وصلنا الى تالت موتور نيرف عندنا وهو الابدوسينت نيرف اللي هو كرينا النيرف نمبر سيكس أرجم بتاعه بصلا سيدي ميد بريين بونز عند ميضالة مبدئيا هو ده يعتبر ايه واحد من الميدل فور كرينيال نيرف يبقى طالع منين من البونز بس من اللور بودر بتاع البونز بس هو طالع من البونز تعال نبص اكتر نقرب اهو ايدي كان نيرف 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 طب المكان ده استراتيجي جدا نحولوكم على حاجة فيه مش هتناسي أبدا هو طالع بين حاجتين بدئين بحاف البي الاليفيشن اللي انا بشارع عليه ده ده الاليفيشن موجود في الانتيو سيرفس او في زر ميضالة اسمه بيراميد طب والجزء اللي فيه اسمه يا جماعة بونز يبقى هو بياميج بتوين البيراميد والبونز تعال نشوفه هنا في رسمة تانية اهو متوين بيراميد and بونز ده محل اسئلة النقطة دي بالذات يبقى كده خلصت الارجن بتاع اللي هو الابديوسينت نيرف طيب ايه بكورس بتاعه بقى بص هاي زيدي هو اول حاجة هو بيعمل كورس هنا للجام اسمه بيترو سفينويد الليجام بعد كده بيعدي من انسايد الكافيرنس انسايد الكافيتي بتاع الكافيرنس ساينوس بيكون اللي هو انفرولاترال للبوزيشن بتاع الانترنال كاروتد ارتري اهو بعد كده هيعدي منين من السوبير اوربيتال فشر بس اوتسايد ولا انسايد الكومون تندينيا انسايد الكومون تندينيا سرين وينتيف مين يا جماعة في اللاترال ريكتاس افتكر دايما السو أو فور إلا آر سي أو سي أو سري اهو الفونكشن بتاعته هي الفونكشن بتاعت مين يا جماعة بتاعت اللاترال ريكتاس هيعمل عندي اهو جماعة طبعا ده يعتبر بيور موتور نيرف هيعمل عندي أبداكشن أبداكشن أوف زا آيبول سننقطع حتى بقى أبلايد آناتومي كده مهمة جدا بالنسبة عن حاجة ما أسمها ديبلوبيا اللي هو ازدواج الرؤية بتاعتك عن سكوينت اللي هو إن أربك الحاول بتحصل فين الديبلوبيا ديت عندنا قانون هام بيقول لك أنا بتحصل في اتجاه الأكشن أوف زبارالايز مصر هتقول لي مش فاهمين أقول لك ماشي يعني مثلا لو أنا بشتغل على اللاتراليكتس حصل فيها باراليسيس يبقى إنت هيحصل ديبلوبيا آه مع الأكشن بتاع المسل دي أما أجي أعمل أبداكشن إيه بدأ يحصل ديبلوبيا هنفنط كده بصورة أوسع شوية اللاتراليكتس إيه إنت هيحصل ديبلوبيا آه وين لوكينج لاترالي يبقى كده اللاتراليكتس أما يحصل لها باراليسيس ماشي أما جابوس لاترالي يحصل عندي زدواج في الرؤية طب على نفس الفكرة طب الميديا الريكتس إيه بتحصل لها باراليسيس أما جابوس ميديا سبير ريكتس أما بص الفوق انفي ريكتس أما بص داون وردز طب سبير أبليك أما بص داون وردز انفي أبليك أما جابوس أبوردز كان دا مهم جدا عشان دا ممكن اللعب فيه بسورة واسعة جدا في أسئلة المالتوب شويز كويتشنز طب نبدأ بقى الرحلة بتاعة السنسوري نيرف أوف زا أوربت بقى الأوبتك نيرف واللاكلمال فرونتال نيزوسيلري أند زيجوماتيك نيرف نبتدي بيه الأوبتك نيرف أول حاجة الأورجين بتاع النيرف دا طالع من إينا جماعة لو تفتكروا المحاضة بتاعة cranial نيرف بارت وان قلت عندي أول اتنين cranial نيرف هم هم هبطلعوش من البرينز تم كنكت دا على طول بالبرينز نفسه وطالعين من specialized epicylia ماشي بالنسبة للأولفاكتري طالع من الفاكتري ميوكوز طب والأوبتك نيرف طالع من طالع من الريتنا من أنو جزء بقى بالذات من الريتنا هتقضوا في الستورجي ناتا ايوان عبارة عن تسعة ليرز ماشي اللير اللي فوق خالص من هديت اللي اسمها جنجليونيك سيل لير أوف زا رتنا قال لبالك أنا هنا أخدت ترانش هوت كده هوت يعني هنا outwards وهنا كده وأنا داخل لجوه هوت الطبقة السطحية خالص ديت فيها حاجة اسمها بايبولر جنجليونيك سيل زا هيت هي دي اللي بتكون لي اللي هو الاوبتيك نيرف تعالوا نشوف الكورس بتاع الاوبتيك نيرف طبعا عايزين نفهم الرسمة ديت كده أنا بصص من فوق من فوق على اللي الأوربت وشايلين طبعا نروف عشان يبقى عندي الاوبتيك نيرف وال الايبول ده كده الميديا الول بنلاقي يا جماعة ان الطول بتاع الاوبتيك نيرف دوت في حدود 4 سنتيميتر البجأ أنا بحاول ان الدياجرام يبقى جامع عندي كل الداتا لان عندي مبدأ دايما ان في المراجعة انا مش هابقى مراجعة كده مش هتخلص تبص على الدياجرام تطلع منه الداتا بتاعتك كلها فبص جدا على الدياجرام طوله ايه 4 سنتيميتر طالع منين من البوستير وال بتاع الايبول طيب الكورس بتاعه بينقسم الى ثلاث اجزاء الجزء ده موجود جوه الوربت يبقى اسمه انترا اربط البارد والجزء ده جوه الاوبتيك كنال يبقى تزبرت انزل اوبتيك كنال اول معد من الاوبتيك كنال ده يبقى دخل جوه من الكرانيال كافتي اللي نسميه انترا كرانيال بارد خلاص طيب بص بقى الرسمة دي فيها داتا مهمة جدا السبير السيرفز بتاع الاوبتيك نيف ده كروس باي سري ستراكش انترو بوستيولي احفظه من كلمة van انترو بوستيولي اول حاجة السبير اوفزالمك vein اوفزالمك artery and the nasociliary nerve يبقى ستري ستراكش كروس the optic nerve from the lateral to the medial side من تاني بحفظه بكمة van اللي هم سبير اوفزالمك vein اوفزالمك artery and nasociliary nerve طيب اما بدخل الكرانيال الكافتي بيتحد مع زميله العنيحة التانية يعملي حاجة اسمها optic charasma ادي الاجزاء بتاعت optic nerve inter orbital part part in the optic canal وده كده اعتبر intra cranial part according to some others بيعطبوه جزء من البريم ليه طرح لان surrounded by tube of meninges زي هم شايفين كده هو طيب تعال نستكمل بصويت بتاعه بصويت هو كل optic nerve من دولة بيحتوي على فيبرز من الريتنا بتاعته ازاي بنقسم الريتنا الى جزئين باك ازو معي في حتة دي علشان ما نطلق بطش الجزء ده اسمه temporal half وده اسمه nasal half طب بص بقى اللي اخبارت الجاية دي بقى ال nasal half دوت مسؤول عن temporal field of vision وال temporal half ده مسؤول عن nasal field of vision طيب اما وصل الاوبت كيازمة ماشي الجزء اللي هو بتاع النيزة الهارف ده بيحصل فيه حاجة اسمها decassation ومن الاوبت كيازمة بيطلع عندي على كل نحية حاجة اسمها optic tract يا ما انخبطش بقى عندي optic nerve optic كيازمة optic tract يبقى يبقى كده الاوبت tract بتحتوي على ايه بتحتوي على fibers فيها اللي هو temporal field او temporal half of one retina مع nasal half بتاع retina on the opposite site نتيجة ايه نتيجة ال decassation decassation ده وعلى فكرة عشان ما تتلخبطوش وحد الكلام بتاعك يما تقول لي nasal half nasal half وتimperal half او تقول لي اللي هو temporal field و nasal field هلاص طيب الاوبتيك tract دي بتنتهي فين هنا جماعة في حتة اسمها lateral geniculate body وبين lateral geniculate body دي بتبعت على فين بقى وراء خالص بتبعت الحاجة اسمها اللي هي occipital cortex او visual occipital cortex طيب الباصوي ده المفروض انه هو بالتفصيل تبع neuroanatomy ولكن نظرا ان في بعض كليات منهم كليات يتي لازم يتشارح الجزء ده مع الاوبتيك نيرف ده مقرع عليهم يعني ايه بقى الفانكشن بتاعة الاوبتيك نيرف دوت الله طبعا سبحان الله فيما ابدع يعني يعني احنا جمال الطبيعة ده كله حنستمتع به ازاي انما كانش عندنا vision انما كانش عندنا optic نيرف سليم بنشوف فيه يبقى ايه الفانكشن بتاعة الاوبتيك نيرف هي بقى ايه يا جماعة vision طبعا انا غيرت بصراحة من الصورة الفاتت دي قلت اعمل الوحدة زيها المكان ده في بحيرة مشهورة جدا عندنا هنا في مصر اسمها بحيرة فتناس الجدع يقول مكان افين بالزبط في جمهورية مصر العربية اللي بنطبق عليها اللي هو الفانكشن بتاعة الاوبتيك نيرف اللي هو ايه يا جماعة مسؤول عن الفيجوال سينسيشن طيب اللي يحصل يا جماعة لو حصل عندي اللي هو انجري الاوبتيك نيرف كومبليت على وان سايد هيحصل عندي حاجة اسمها كومبليت بلاين دينس طبعا كل ما كان يتقطع في الاوبتيك نيرف هيحصل انسلط بتاعة معينة بس احنا بمبسطها لكم وبنطبق عن دي الفي الواحد بس اللي هو لو حصل تعنيوه بقى قبشة نيرف اسكلا مع بعضها اللي هو اللاكريمل والفرونتل نيزوسيلري and زيجوماتيك نيرف حابدأ اشوف كده الاوبسالميك ديفيجن بتاعة التراجيم النيرف تراجيم النيرف ده كينيا النيرف نمبر 5 بينقسم الى اوفسالميك ومجزلري ومانديبلة هاخد اللا هو الافسالميك ديفيجن دير دير اعتبر بيور سينسوري الباسويت بتاعه بيمشي فوروردز بيعدي فين في اللاترال وال بتاع الكافيرنس ساينس طبعا الرسمة دي انا برضه باصص من فوق على الاربت وشايل الروف وده كده الميديال وال الرسمة دي جميلة جدا منها جمع علي النيرفات كلها ممكن نتكلم عليها من غير رأي خالص يبقى كده الافسالميك نيرف ماشى ماشى يرسم يرسم الرسمة دي ويذكر عليها الاربت طيب طيب هاخد اللاكريمال نيرف اول واحد اه هو من اسمه اللاكريمال رايح لي مين يا جماعة رايح لللاكريمال جيلاند رايح لللاكريمال جيلاند ويعمل سابلاي كمان للكونجكتايفا والسكن بتاع الابر ايلند تاني واحد اسمه فرونتال نيرف الوسطاني ده اهو امشي وامشي معاه هتلاقي نهايته وينقسم الى تو برانش اللا هم السوبرا اوربيتال وسبرا تروكيا سهلة جدا ودول بيستاعدوا في تغذية السكالب والفيس ثالث واحد اسمه نيزوسيلري اللا هو ده اهو بوصة سيتي بيدينا مجمعهم البرانشهات اول حاجه بيدينا سينسيو فايبارز توزا سيلياري جانجليون سيلياري جانجليون اهيات بعد كده بيدينا نيرفين طوال كده اسمهم لونج سيلياري نيرفز دول بيحملوا سيمباسيتيك فايبارز للديليتر بيوبيلاري مصل وكمان شوية سينسيو فايبارز توزا كورنيا طيب بعد كده بدين حاجه اسمها بوستيرير اسمويدال نيرف ده بيخهم البوستير باط بتاع اللي هو الكريبير فهم بليتوب اسمويد بيعدي من حاجه اسمها بوستير اسمويدال كنال وقدامه على طول زميله التاني بقى اللي هو الانتير اسمويدال نيرف والترمينيشن بتاعته الفيس حاجه اسمها انفراتروكليار نيرف يبقى انا كده مجموعة النيرفات دي كلها اقدر اذاكرها من خلال رسمة واحدة لو فهمها هتتكلم عليك دي بقى من رسومات الاطالس اللي عجبتني برضو معبرة بص كده مثلا انيزيو سيلري بوستير اسمويدال انتير اسمويدال انتسو اون تعبها ايه توقف الفيديو هنا فرج عليها على مالك رسمة تانية برضو انا اصلا اجيبها انليبلد عشان كلها دي يسمى علي نفسه وبصوا جزء الكالكو عادية كده ها دي بتاعت التراجيم من الجانجليون وصلنا بقى الى السيلاري جانجليا عايز ان نعرف مكانها والبري جانجليونيك فايبرز والبوست جانجليونيك برانشيز اول حاجة نعرف الاناتوم كالصيب بتاعه هي فين اهيت موجودة بين ايه وايه يا جماعة؟ بين اللاترال ريكتاس والاوبتك نيرف بقى الاناتوم كالصيب بتاعه اهيت بين اللاترال ريكتاس والاوبتك نيرف نشوف البري جانجليونيك فايبرز رايح لها ايه؟ طبعا كل البراسيمباسيتك جانجليا رايح لها السنسوي سابلاي والسيمباسيتك وباراسيمباسيتك السنسوي والسيمباسيتك بيعدوا من خلال الجانجليا وزاوة ريليا انما البراسيمباسيتك هو الوحيد اللي بيعمل ريلي في الجانجليا اذا البراجانجليونيك فايبرز سنسوي جاي لها منين؟ من النيزوسيلاري طبعا والسيمباسيتك برضو من النيزوسيلاري نيرف ومال بقى البراسيمباسيتك اهه النيرف اللي رايح يغزي الانفير اوبليك مصل بيحمل معاه باراسيمباسيتك فايبرز اهو النيف اللي رايح غزي الانفير اوبليك بيحمل معاه باراسيمباسيتك فايبرز جايه من حاجه اسمه اليدينجر ويستفرل نيوكلياس الموجوده فيه الميد برين ودي احنا ندريسها تاني ان شاء الله مع النيورو اناتومي حالة رازمة دي جميلة جدا مبينها لي السري روت اللي هما البراجانجليونيك تو زا سيلاري جانجليون طب نشو بقى البوست جانجليونيك فايبرز بقى التوزيع بتاعتها بقى بتدينا مجموعة من النيرف اسمها شورت سيلاري نيرفز مجموعة من النيرفز كان القصيرية بتطلع منها تروح على قدام كده على طول الى الأوربت بيكاري الفورونج فايبرز اللي هما ايه بقى سينسوري وسيمباسيتك وبارسيمباسيتك سينسوري راح تغذي الكورنيا والسكيليرا سيلاري بودري اندكوروريد سيمباسيتك بتدي فازو كونستريكتور فايبرز للسيلاري مسل طب والبارسيمباسيتك بقى رايحة للسيلاري مسل والكنستريكتور بيوبيلي مسل وصلنا الى الارتيريال سابلاي اوف زا اوربت واكلم على الافسالمك ارتري جاي من هنا جماعة الافسالمك ارتري ده ده يعتبر واحد من الانترا كرينيال برانشز بتاعة الانترنال كاروتيد ارتري زا امنا شايفين كان اهواد الكورس بتاعه هاولوه علاقة سلاسية بيه اللي هو الاوبتك نيرف اول حاجه بيكون بلو بلو ات وبعدين يبدأ يخرم المينجيز بتاعته ويبقى لاتري وبعدين يلف يعمل كروسنج للأوبتك نيرف from the lateral to the medial side بعد كيب يمشي على الميديا الورد بتاع الأوربت لغاية ما يدينا الترمنال برانش بتاعه ها بس انا فيه حتة اضافة كده عاوز اقولها احنا ما اتكلمنا على الأوبتك نيرف لازم تبعارف كويس جدا انه هو له فيه ثلاثة بيعملوا كروس للسبير سيرفس بتاع الأوبتك نيرف اللي هما ايه؟ هتخطوا من قدام الورد اول حاجه السبير أفثاميك فين رقم اتنين الأفثاميك أرتري رقم ثلاثة النيزوسيلاري نيرف عشان ده سؤال مهم عندي التلاتة بيعملوا كروس بيعملوا كروس بيعملوا كروس بيعملوا كروس تحت الأوبتك نيرف يطلع منه برانش يخرم ويدخل جوا الأوبتك نيرف يبقى ماشي في منتصفه لغاية ما وصل إلى الأوبتك ديسك ويتفرع بقى دينا فروم عينة في ريتنا شو بقى العباء اللي هقولها دي It is the smallest and most important branch of the ophthalmic artery ليه؟ لأن ده اللي بيغزي ريتنا ليه مهم؟ لأن لو حصل سرومبوزيس جلطة صغيرة طبعا ده رفع جدا وسبحان الله بص بقى لو حصل سرومبوزيس جلطة صغيرة سدة الشريان الرفيع جدا 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 ده حيحصل sudden complete loss of vision نوع من البرانشز بقى لكرمال برانشز كل حاجة اسمها على ما يسمى سيلاري آرتز واسمها إلى short and long بعد كده عندي muscular branches medial belbibra branches ثاني نوع من البرانشز ليه نيزل برانشز ليبعثوا خرموناتوح للنوز اللي هما ميد اللي هما عباعا دوسة نيزل آرتري وبوستير اسمويدة آرتري وأنتير اسمويدة آرتري وأنتير اسمويدة آرتري ثاني نوع من البرانشز رايحة للفورهيد بتغزيل الفيس والسكان اللي هما ايه؟ سوبرا أوربتال و سوبرا تروكليا فكنينما قلهم يم زمان مع البراطس بلايب بتاع الفيس والسكان من ينجي البرانشز ده بيعدي ميسوبيو امتال فيشف بصمانظر اللي هو الفيس والميك آرتري بالبرانشز بتاعته بصمانظر تاني البرانشز بتاعت الفيس والميك آرتري وبص زي بيعمل الكروس ليه؟ زي ما اتكلمنا على الارتريات السابلايب تتكلم بقى على فيناس درينيج بتعرف بقى سهلة جدا يا تحصيل حاصل يعني عندي حاجة اسمها اوفسان ميك فينز هم عددهم اتنين سوبي اوفسان ميك فين وايه يا جماعة؟ وان في اوفسان ميك فين وده فيه كونيكشن ما بينهم وما بين اللي هو الكافيرناس ساينس وكان ده طبعا احنا شرحناها بكده مع الكرينيال كافيتي صورة جميلة جدا ليه؟ اللي هو السوبيرون فيو اوفسان ميك فينز وادي كافينا الساينس واخيرا نبدأ بقى نتضرب على الاسئلة وطبعا اول كاتيجور من الاسئلة هو عبارة عن مختلفة بص المنظر ده اللي عين بصل جو يبقى مين حاجة اللي مش عارفة تجيبها على برا جميل جدا Abducent Nerve Which of the following muscles is acting on the upper eyelid دي اسم على مسمى قوي ديت مين يا جماعة Levator palpebri superiosis شوف تشد العين فوق Which of the following muscles is responsible for Pure upward movement of the eyeball استعيلنا يبقى ايه و ايه يا جماعة شوف المعادلة بتاعتنا superior rectus و inferior oblique Which of the following muscles is supplied by the abduced nerve SO4 الر6 SO3 lateral rectus Which of the following nerves Is cross the optic nerve بيستعيلين 3rd structure بيعملوا cross from the lateral to the medial side So be of the stomach vein of the stomach artery and the nasal ciliary nerve يبقى مين في دولة؟ اهو nasal ciliary nerve تاني بحطة من الأسئلة Practical questions What is the nerve supply of the pointed structure? فالباك هنا medially يبقى هنا laterally يبقى ديه lateral rectus يبقى nerve supply بتاعها abduced nerve إذا أبقى دايما ده ممكن يجيلي على سؤال multiple chairs which of the following is the nerve supply of the pointed structure? abduced into ولا أكيلوموتر ولا 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 What is the structure that cross at the pointed area? اه النقطة دي the point of crossing ولا in front of the point of crossing ولا behind دي آت آت يبقى يا جماعة تقاطع بتقاطع بأمين trochlear nerve identify the pointed structure what is its motor supply? اللي بيعدي في حلقة trochlear superior oblique ويبقى nerve supply بتاعها اللي هو trochlear nerve السقوفور identify the pointed structure name one nerve passing through it حلقة من common tendinia string والي بيعدي من جواها واحمي nerves نسوسيلي نسوسيلي identify the pointed structure what what is its term what are its terminal branches frontal nerve its terminal branches sopra trochlear and supra orbital identify the pointed structure what is its nerve supply بتاحت تحت وبميل ها inferior oblique muscle بيبقى نيف صلاة بتاعها oculomotor nerve identify the pointed structure what is its borosympathetic cranial nucleus من دي يا جماعة السيلري جانجلون والبروسيmpathetic نيوكلياس بتاعها اللي اسمها edinger westphal nucleus identify this clinical condition what is the paralyzed nerve and its side يلا هنا العين يا جماعة ده medial esterabismus يلا جميل ده يعطبها medial squint بتاع left eye ويبقى هنا البراليز دي مين يا جماعة اللي هو left abducent nerve مش عارف يشد ال ilaterally يبقى مين اللي يشد بقى نحيطه المطر الهنسي اللي هي medial rectus تقوم تبقى لين عاملة كده وبالزبط آخر محطة من الأسئلة وهي interactive questions question one 76 years old male patient complaints of sudden complete loss of vision of one eye what's your professional diagnosis عافية السؤال ده هيتسألوه ما تاخدو law of stymology شو ما في سنة ربعة تقريبا سؤال شهير جدا اعتقد احنا جاوبناه من خلال المحاضر بص sudden complete loss of vision question two 65 years old the female patient has dropped left upper lid آه كيف نعنا صارت by examination there was meiosis and anhydrosis or شو بقى الطريب بتاعنا tosys myhydrosis tosys myiosis anhydrosis and the inofsalmus معناها ايه بصوا المنظر ده بص tosys جفنوا هنا صارت myiosis بص هنا البيوبل هنا واسع ازاي هنا دايقة anhydrosis anhydrosis يعني مفيش عرق و inofsalmus العين داخل الجوه فكرو فيه اجابتها في المحاضرة اللي فاتت قوشان 3 a 16 years old girl complains of diplopia of the left eye when she looks by her both eyes toward the left side what is the most probably affected nerve loss loss كنت شنفور a 16 years old female complaints of loss of weight دقي علاقة بالآي ده بقى وفي علاقة بين الآي وزن الجسم تعال نشوف abnormal protrusion of her both eyes الله عينيها بظل قدام اللي اسمها exosalmus طب retraction of the upper island هنا مشدودة كده end tachycardia ضربات البقى سريعة تكون ده اللي هو علاقة بال orbit بتاعتنا اه طبعا اللي هو علاقة what's your professional diagnosis and your work up تعملها ايه ايه تحليل في تحليل كده معين تعملولها مهم جدا انا عاز اقول لكم شفت مرة حالة زي دي شكوتها الاساسية ان الولاد الصغيرين ما بيشوفوها في الشارع بيقود يتحكوا عليها عشان تشدت عينيها دا كده ويوم تقصدش يعني مشدودة كده retraction متقصدش يا طيق ايه التشخيص بصوا المنظر فك مرض معين انا جاب من عن نت ما ياش هزار ولا حاجة دا فعلا المنظر دا بيتشاف حلكم على حاجة برضو نورمالي بص كان اي حد هو قدامك هتلاقي الابر ايلد مغطي جزء من الكورنيا كده بص هنا باين بالكامل ازاي في حتة هات من فوق باين باين من من فوق واخ وليس خلصنا المحاضرة انا عارف والله يعني انها محاضرة طويلة شوية وانا شايف الوجه نظري انا يعني حاولت ان انا اديها حقها وفي نفس الوقت ما اتوسعش قوي والله دو عندكم فكرة المجهود اللي بتاخده تحضير محاضرة من دولة قد ايه دي بتحضرش على مرة واحدة دا انا بقعد على مدار مرات ومرات قعدة والتانية والتالتة والربعة والعشرة وفي كل مرة ابدأ انقح شوية وابدأ ازبط في الانيميشن على فكرة الانيميشن له دور مهم جدا في الفهم انا بدأتش معاكم لانه محدة كنت قصير قوي فبدأتش معاكم شوية يعني اتكلم معاكم اما عملوا دراسة بيشوفوا قالوا تيتفهم احسن اما تنزل لسليت كلها كده كده انك صفحت صفحة قدامك ولا ينزل الكلام واحدة بوحدة لأ انه لا طبعا قبل الانيميشن في البرزنتيشن وبصورة مقننة ومنتظمة وموحدة مهم جدا وصراحة تثبيت الكلام ده مش سهل ده ما علينا بقى من ان انا بعد ساعات على النت والله ساعات على النت قعد اجمع في صور وانيميشن وازبط فيها الكاتيري التالي هو ما ادراك اللي هو عمل الرسومات ديت على الفوتوشوب انا اصلا انا 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 اخذتها بصورة احترافية كده مع نفسي كل صورة من انتو بتشوفوها ديت والله انا اعدت عليها مرات ومرات على الفوتوشوب علشان اضبط فيها وبشوف صورة كتير بتاعة اطالس عن نت عشان احاول اعمل حاجة بصورة مبسطة طيب انا واسط انتو اكيد مقدريني التعب ده كله بس انا والله كل هذا التعب انا يعني بفتح لكم قلب انا بتكلم دلوقتي كل هذا التعب بيروح تماما اما بلاقي حد قال لي انت حببتني في مادة الاناتومي او ان انا الحمد الله فهمت او ان انا الحمد الله الامتحان سيك بقى خرج ما خرجش من جوه المحاضرة انت لك لميت او كريكلوم تبع كليتك لازم تطلع عليه الازياد يا سيدي متر كست عليه ولو حاجة لو وفطرت ان في حاجة قطيها ماشي فحكون سعيد جدا جدا ان شاء الله الكل يكون استفاد وان شاء الله يكون علم ينتفع به وعلشان شاء الله نحصل على التأدير المرجو من سيادتكم اللي انتو عارفينه كويس جدا وان شاء الله ما تخزلونيش ابدا باذن الله وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة